ضمن الجهود الرامية لإدامة الأمن والاستقرار وبعملية ناجحة جاءت بناء على معلومات استخبارية تمكن أبطال اللواء التاسع والخمسون ضمن قيادة عمليات بغداد من إحباط محاولة لتفجير إرهابي في منطقة الطارمية شمالي العاصمة وقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بعد مداهمة الوكر الذي كان يتواجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم تمكنت لواء المشاهد تسعة وخمسين من قتل أحد الإرهابين في منطقة الضفاف نهر دجلة حيث تمكنت القطعات فوج الأول لواء تسعة وخمسين من حصر المطلوب وقتله على ضفاف دجلة الإرهاب وين ما يروحون إحنا جايهم إن شاء الله وين ما يروحون يختلون بجحورهم إحنا رايحي لهم هي في الول ما بقى ما بقت قليلا إن شاء الله أفراد قليلة وإن شاء الله يتم القضاء عليها إن شاء الله القادة الميدانيون أكدوا بأن نجاح العملية جاء نتيجة ليقضة القوات الأمنية والجهد الاستخباري المميز والتعاون المثمر والبناء مع المواطنين والمتابعة المستمرة لجاهزية القطعات والإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية التي هي من الركائز المهمة لتوفير الأمن وأحباط جميع نوايا بقايا عصابات داعش الإرهابية المنهزمة نحن نعمل تعرضي حقيقة يكاد يكون يومي القاطعات الماسك في هذا القاطع الليلة ونهارا ولكن بلين فترة أخرى حسب العلمات الاستقبالية نحن نسوي عملية أكبر مما موجود عليها القاطعات الماسكة كلفنا بواجب القضاء على المجامع الإرهابية المتبقية في قضاء الطارمية باشرنا بالعمليات التعرضية لأكثر من شهرين وحقيقة بالأيام الماضية قتلنا أحد الإرهابيين للقيادات البارزة واليوم توفرت عندنا معلومات من خلال خلية الاستخبارات وجهد الاستخبار المتميز لقيادة عمليات بغداد وشمال بغداد اللي تمكننا من خلاله محاصرة مجموعة إرهابية على ضفاف نهر دجلة قرب منشأة ابن سينة وتمكننا من محاصرتهم ومطاردتهم هربوا أمام قطاعاتنا حاولنا أن نلقى القبض عليهم لكنهم أبوا إلا أن يكونون مقتولين وعبرة للمجاميع الإرهابية التي ستراهم بعد المطاردة حاولوا أن يدخلون في نهر دجلة أخوانكم مقاتلين الأبطال من أبطال لواء المشاة 59 وكذلك من الشرطة الاتحادية المتجحفة لمعنى المتمثلة بالفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة الاتحادية تمكننا من مطاردتهم ودخول إلى النهر وقتل الإرهابي في نهر دجلة إحباطتي كالمحاولات اليائسة خير دليل على قدرة واقتدار قواتنا البطلة وعملها الدؤوب لتوفير الأمن للمواطنين من قضاء الطارمية لإعلام مزارة الدفاع فائق العطواني